إذن وبعد استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقل تكثر الدعوات إلى طرق باب العدالة الدولية من جديد على الأمل أن تصل هذه الطرقات إلى إسماع ضمير العالم ونرى الجناة إما على قوائم المطلوبين الدوليين أو خلف القضبان فمنذ عقود والفلسطينيون يسمعون عن العدالة الدولية وعن القانون الدولي وينبري كثير من المحللين والقانونيين في الحث على تطبيق هذا القانون الذي كثيرا ما سمع عنه الفلسطينيون ولم يرواه فهل ستكون قضية شيرين أبو عاقل واستشهادها هي أول الملفات التي ستنظر بها الجنائية الدولية بعد أن تعهد الرئيس الفلسطيني بملاحقة المجرمين وهل سنرى عجلة التحقيق في هذه القضية تدور في ملفنا الأول لهذه الليلة سنحاول الاقتراب أكثر من سيناريو إدانة المجرمين وإمكانية ذلك ولكن بالبداية يضعنا سلطان القيسي بصورة لأبرز مفهوم للعدالة الدولية وأبرز أيضا عن نماذج التي تحققت من خلال هذا المفهوم وأبرز ما غابت عن قضايا منه إذن سلطان التساؤل دائما ما يكون عن جد والذهاب للمحاكم الدولية وهل أيضا شهد التاريخ على محاكمات عادلة في قاعات المحاكم تلك أو أحكام نافذة في الجرائم التي فصلت فيها هذه المحاكم نعم حكين حسين المشكلة أن هذه المحاكم محكومة أيضا بعدم قدرتها على تنفيذ هذه الأحكام بشكل ملزم لغياب الأدوات الأدوات الملزمة سواء للمتهمين أو الذين قد يصبحون مجرمين خلال المحاكمة والتحقيق أو حتى في حق الدول مسألة أخرى أن هناك عدد كبير من الدول أو لنقول عدد ليس بالهين من الدول التي ليست منخرطة في هذه المحاكم وفي الاتفاقيات المتعلقة بها من ناحية ثالثة هناك أيضا الظرف السياسي والإرادة الدولية التي تحرك هذه المحاكم أو على الأقل تحرك بوصلتها باتجاه قضايا معينة وتعمي عيونها عن قضايا أخرى كل هذه المسائل سوف نجملها الآن من خلال حديثنا عن نماذج انتخبها القضاء الدولي وتعامل معها نعلق دائما أملا على عمود القضاء الدولي المتمثلي بالمحاكم التابعة للأمم المتحدة على اختلاف اختصاصاتها ولكننا نخفق في إجابة سؤال الجدوى إن كانت قرارات تلك المحاكم غير ملزمة في ظروف كثيرة ولكن الغريقة يتعلق بورقة ورقة من تلك المحاكم وإن كان يعلم ويدرك أنها ستذوب في الموج في قضية اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلي يصبح الموج أعلى ومع ذلك يستمر التشبث فكيف تعاملت العدالة الدولية مع قضايا سابقة قبل استعراض لمذجة يجدر القول بأن الاحتلال الذي منع التجمع في بيت عزاء الصحفية المغتالة ومنع رفع العلم الفلسطيني هناك لن يكون نزيها في التحقيق في اغتيالها فقبل أن يقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتلي بنت فتح تحقيق مشترك بين السلطات الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية حاول أن يلصق الجريمة بمسلحين فلسطينيين بما يضعه في دائرة الاتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض التحقيق المشترك وقال إنه لا يثق بالسلطات الإسرائيلية لأنها هي من ارتكبت الجريمة كما أكدت السلطة الفلسطينية أن الدلائل كافة تشير إلى تورط وحدات إسرائيلية خاصة في الجريمة وأنها ستذهب للمحكمة الجنائية الدولية ولعل أحد أبرز نمادج قضايا المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف التي أصدرتها في حق الرئيس السوداني السابق عمر البشير سنة 2008 التي بموجبها منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وكاد أن يمنع من العودة للسودان بعد قمة في جنوب إفريقيا المذكرة صدرت على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور لكن القرار لم يكن ملزما وبرغم العقوبات الأمريكية وغيرها ظل البشير طليقا وصامدا حتى اندلاع الاحتجاجات السودانية التي أطاحت به وعرضته للمحاكمة محليا قبل أن يعلن المجلس السيادي تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية العام الفائت في لبنان صارت الأمور على نحو مختلف فقد أنشأت الأمم المتحدة محكمة في لاهاي بسم المحكمة الخاصة بلبنان بطلب من الحكومة اللبنانية بعد أن تعسر التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري المهمة الأساسية لتلك المحكمة هي محاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداء الرابع عشر من آذار لعام الفين وخمسة ومذ ذكى استمر التحقيق حتى حزيران من عام الفين وواحد وعشرين حيث أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد شخصين ينتميان إلى حزب الله وأرفقت بالحكم مذكرة توقيف في حقهما ولكنها لم تقبض عليهما بعد وبتهمة الإبادة الجماعية أيضا ولكن فيما يعرف بسلسلة حروب يغسلافيا جرت تحقيق دوليا مع كل من الرئيس اليغسلافي السابق سلوبودان ميليزوفيتش ورئيس الأركان السربي راتكو ملاديتش وبعد اعتقال ميليزوفيتش تعثر التحقيق لسنوات قبل أن يعرض المتهم عن تناول أدويته احتجاجا فيموت في زنزانته صدر بعدها حكم بعدم اتصاله مباشرة بالجرائم تلك وحكما آخر تأخر كثيرا ضد رئيس الأركان ميليزوفيتش بالسجن المؤبدي عام 2017 وكان قد اعتقل عام 2011 مما سهل تنفيذ الحكم ومع انعدام أدوات التنفيذ تخضع قرارات تلك المحاكم للإرادة الدولية مما يجعلها عرضة للتجاوز كما حصل عام 2021 حين اعتزمت الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين فوجهت بغضب إسرائيلي واعتراض أمريكي هوا بها في الأدراج هذه الحادثة أكدت انتقائية العدالة الدولية التي لم تنل من الرئيس الأمريكي هاري ترومان بعد جريمة هيروشيما ونجازاكي ولم تنل أيضا من الجرائم التي وقعت في العراق إبان الغزو الأمريكي على سبيل المثال إذن حسين هناك وقائع دولية حصلت على أعتاب هذه المحاكم جرائم لم تعرض أصلا على هذه المحاكم صنعت هذا التصور التصور المتعلق بانتقائية القضاء والعدالة الدولية وأن هذا القضاء يوجه أحيانا باتجاه يحقق الإرادة الدولية ويوجه أحيانا باتجاهات تعمي كما ذكرنا في المقدمة أعين العدالة عن قضايا لا تريد الإرادة الدولية المتمثلة طبعا بالدول العظمى صاحبة المصالح الكبرى في عدة مناطق من العالم بما يحقق مصالحها هي عدة أسئلة سلطان وأيضا استفسارات لربما الآن نطرحها على ضيفي بخصوص هذا الملاف إذن سلطان القيسي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات مشاهدين قبل أن نبدأ النقاش أرحب بضيفي من رام الله المحامي الأستاذ غاندي أمين رئيس مجموعة الحق والقانون في فلسطين أهلا بك أستاذ غاندي أستاذ غاندي يعني أهمية الإعلان الفلسطيني اليوم برفض التحقيق المشترك نبدأ من هنا مساء الخير لكم ولمشاهدينكم الكرام الأهمية تكمن أن من الآن فصاعدا لا يجوز أن نتعامل مع إسرائيل هذه دولة الاحتلال أنها هي القادرة أن تقيم تحقيقا وأن تحقق عدالة لشعب أصلا واقع تحت احتلال هذه الدولة التي ترفض الاحترام القانون الدولي وتستمر باحتلالها للأراضي الفلسطينية طيلة هذه الفترة وتقوم بعمليات القتل والتهجير والاستيطان والمصادرة والأسر ومخالفة القانون الدولي بشكل يومي لا يجوز أن نعتبرها مركزا ذاقيمة أخلاقية بإقامة التحقيق ومن ثم إجراء العدالة ومن ثم هدف الإسرائيلي في هذا الأمر هو أن نحن نعلم أن المحكمة الجنائية الدولية هي قضاء مكمل بمعنى إذا ما بدأت تحقيقات الإسرائيلية قد تطول إلى أشهر ومن ثم سنوات بالتالي تثبت عمل التوجه الفلسطيني نحو المحكمة الجنائية الدولية وعندها ستقول المحكمة الجنائية لننتظر التحقيق الإسرائيلي الذي قد لا ينتهي وقد تصل نتائجه إلى خطأ هنا أو خطأ هناك كما حاولت في عائلة دوابشة وفي جرائم أخرى قام جنود الاحتلال بارتكاب أستاذ غاندر كان الأداء الفلسطيني في هذه الجزئية تحديدا موفقا إلى أي مدى يمثل التحقيق الفلسطيني وحده ملفا متكاملا يعني يمكن من خلاله وضع لو ربما وضع هذا الملف على طاولة قضاء المحكمة الجنائية الدولية يعني إذا لم أطلع على مجرية التحقيق ولكن إذا التزمت الأشخاص الذين يقومون الآن بالتحقيق التزموا بقواعد التحقيق الدولية من خلال إعداد الملف الجنائي واكتمال جميع عناصره الفنية من تقارير طب شرعي وتوثيق شهادة الشهود وأيضا ربط الفعل بالنتيجة وبالعلاقة السببية فيما بينهما والاستعانة بخبراء السلاح لتحديد نوع السلاح وإلى آخره أنا في رأي سيصمد أمام المحكمة الجنائية الدولية وشيئا فشيئا رأينا دولة الاحتلال تقوم بالاعتراف إلى حد ما بارتكابها لهذه الجريمة وتراجعها عن الإعلانات والبيانات السابقة لحظة وقوعها فهنا هناك إمكانية إذا ما تم إعداد هذا الملف باحترافية وهناك طاقات يجب الاستعانة بها طاقات عربية طاقات عالمية حتى من أجل أن يكون هذا الملف قويا ومكتملا للصمود في المحكمة الجنائية الدولية نعم بخصوص سأسأل بصراحة وبرأيك الشخص إذا كانت هناك تحقيق مستقل من قبل السلطات الفلسطينية يعني برأيك هل يضعف الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية أم يعني يساعد بإيصال الصورة الأوضح إذا قامت دولة فلسطين وقامت السلطة كما أتمنى ويتمنى كل المتعاطفين مع شرين أبو عاقلي إذا قامت السلطة بإعداد ملف جنائي باحتراف وهنا يمكن حتى المساعدتها في ذلك من خلال الكثير من خبراء سواء كان في الأردن الشقيق أو حتى في العالم العربي وحتى على مستوى العالم إذا تم إعداد الملف باحترافية عالية في رأيي يمكن الصمود أمام المحكمة الجنائية لماذا؟ لأن فلسطين هي طرف في مثاق روما وقعت على مثاق روما المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بالتالي يجوز لها أن تقدم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية ولكن ما نأمله أن يتم إعداد الملف باحترافية عالية وأن لا يخضع هذا الملف تحديدا إلى المواقف السياسية سلطات الاحتلال الإسرائيلي أستاذ غاندي طالبت بالحصول على الرصاصة التي قتلت شيرين يعني برأيك ما أهمية هذه المطالبة؟ هم يعلمون جيدا لديهم خبراء بالتأكيد يعلمون جيدا بفقدان الرصاصة بالتالي فقدان العلاقة السببية ما بين الفعل والنتيجة الجرمية كيف استشهدت شيرين أبو عاقلي من خلال الرصاصة هذه الرصاصة إذا تم إعطاها للإسرائيليين وأنا أحذر إذا تم إعطاها للإسرائيليين قد يتم استبدالها نحن نتعامل مع دورة غير أخلاقية في الشرق الأوسط غير صحيح أنها الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط التي تقوم باحتلال شعب آخر هذه دولة غير أخلاقية بالتالي يمكن أن يتم استبدال الرصاصة ومن ثم الزعم كما زعموا ابتداء في صباح حادثة قتل شيرين أبو عاقلي أن فلسطينيين أطلق الرصاص وأدى إلى مقتلها يمكن استبدال هذه الرصاصة وبالتالي فقدان إثبات الجريمة لأهم عنصر من علاصرها وهو العلاقة السببية ما بين الفعل الإجرامي بإطلاق النار والنتيجة الجرمية بالاستشهاد والوفاة العلاقة السببية يمكن ربطها فقط بالرصاصة نعم أستاذ غندي سأسأل أيضا برأيك الشخصي وأنت رئيس مجموعة الحق والقانون في فلسطين يعني اليوم بالحديث عن الأدلة التي من الممكن جمعها في التحقيق بخصوص مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلي يعني من ضمنهما الرصاصة ماذا بعد طبعا الأدلة أولا مكان وقوع الجريمة زمان وقوع الجريمة الإطلاع يعني طلب المحكمة الجنية الدولية أين تواجدت جنود الاحتلال التوثيقات التي حصلت سواء عبر الأقمار الصناعية أو عبر شهادة الشهود والصحفيين الذين تواجدوا في هذه اللحظة وشهادة الأهالي يعني جميع الشهادات قالت أن الاشتباك المسلح وقع في مكان بعيد جدا عن الساحة التي وقعت بها شيرين أبو عاقلي كذلك الأدلة أن شيرين كانت تلبس الزية الخاص بالصحفيين الظاهر للعيان المشاهد من الجميع الذي لا يحتمل معه أن هناك خطأ قد وقع ما في التقدير شيرين أبو عاقلي لم تكن مسلحة لم تحمل سلاحا وحتى الشارع كما رأينا في الفيديوهات الشارع الذي خلفها هو شارع مفتوح وعام بمعنى أن أي جندي يستطيع أن يرى أن لا مسلحين في هذه المنطقة ولا حتى مارة ولا حتى ملقين للحجارة ولم تشكل شيرين بوجودها أي خطر على هؤلاء الجنود يعني العملية القتل أنا أرجح أنها عملية قتل مدبرة وخصوصا أن منطقة الإصابة جاءت في الرقبة أو في أسفل الأذن بمعنى أن هذه المنطقة الضعيفة التي يمكن لرصاص الاحتلال أن يخترق فيها جسد الشهيدة شيرين أبو عقلي لأن باقي الجسد مغطى بالدرع ومغطى بالخوذة فبالتالي هذا أمر مدبر وأنا متأكد أنه أمر مدبر لأن شيرين طيلة هذه السنوات وقفت يعني ليس فقط كصحفية وإنما معبرة عن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجرام من قبل قوات الاحتلال نعم طب قبل نحو عامة تخذت الجنائية الدولية قرارا بفرض ولايتها القضائية على أراضي عام 1967 هل يمكن البناء على هذا القرار في قضيات يعني استشهاد شيرين أبو عقلي بالتأكيد يعني هذا القرار مهم وكما تعلم سيد الكريم أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال إسرائيل ليسوا أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية هم يتبجحون بحقوق الإنسان والديمقراطية ولكنهم ليسوا أطرافا في أهم محكمة تحاكم مجرمي الحرب وتراقب أو تخضع لإشرافها الجرائم ضد الإنسانية هم يعلمون جيدا أن أي ملف أعد بشكل جيد سوف يصمد أمام هذه المحكمة ما ما حاولوا من ضغوط سياسية وربما اقتصادية وأيضا تم ابتزاز السلطة وربما ابتزاز بعض الدول العربية في هذا الأمر موضوع المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط بملاحقة الجناء وإنما بتأثيره السياسي والاقتصادي عن رأي العام العالمي كيف سوف يتحدثون عن حقوق الإنسان وهم ملاحقون في أعلى محكمة جنائية دولية لم يشكل الشعب الفلسطيني ولم يشارك في تشكيلها العرب ابتداءا هم شكلوها المجتمع الدولي شكلها بنفسه وبالتالي يمنع عندما يتعلق الأمر بالمجرمين القتلة الذين يقومون بهذه الجرائم سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يقفون موقفا آخر عن ما يجب أن يقفوا عند تشكيلها بالتالي الموضوع في غاية الأهمية وأنا أرى أن هناك مستقبلا للشعب الفلسطيني في على الأقل وضع ميزال للعدالة المنقوص طبعا بالنهاية لأن العدالة الكاملة هي بالنهاية الاحتلال ولكن على الأقل ربما يشكل رادي أستاذ غاندي أنت تبدو متفائلا سأسأل بخصوص الأسباب التي تدفعك إلى التفاعل بموضوع هذا القضية لست متفائلا للحد كبير ولكن ربما هذه الخيارات الموجودة بين أيدينا نحن شعب تحت احتلال نعاني من حصار شعب ضعيف يتعرض إلى القتل صدقني سيد الكريم ربما تقتل لمجرد أن جندي خاف منك ربما تقتل على حاجز لمجرد أن مقود السيارة التي تقودها انحرف بك قليلا عن خط السير تخيل هذا الإجرام الذي يقع على عاطق الشعب الفلسطيني لذلك نحن نتفائل لأن هذا التوجه ربما يشكل رادعا للقيادة العسكرية لدولة الاحتلال في تغيير عقيدتها العسكرية بالتعامل مع قواعد إطلاق النار تجاه المواطن الفلسطيني المدني غير المسلح أنا أتفهم ذلك لكن للأسف تباك الشعوب أنا أتفهم ذلك فقط للأسف لم نتعود أن يعطينا القانون الدولي أي شيء سأسأل أيضا بخصوص الشهيدة شيرين أبو عقلة كانت تحمل الجنسية الأمريكية برأيك هل الجنسية الأمريكية من الممكن أن ينتج عنها موقف أمريكي داعم للسير يعني في القضية باتجاه الجنائية الدولية أو أي قضاء دولي آخر سؤال في غاية الأهمية نحن جربنا لدينا طفل شهيد بلال الشعلان كان يحمل الجنسية الأمريكية تم قتله على حاجز في رمالله هناك وبالمناسبة وجه التحية للدكتور سمير الجراح من الأردن الذي اشترك معنا في هذه القضية مع المحامي مارتين مكين الأمريكي في الولايات المتحدة عندما بدأنا بإعداد الملف الجنائي لرفع دعوة في الولايات المتحدة وجدنا أن جنود الاحتلال أخفوا حتى الكاميرات التي تشير لأن الطفل بلال الشعلان لم يكن يسمع جيدا وتم قتله بدم بارد لكن توجيه الرسائل في أمريكا وإقامة الدعوة في أمريكا لأنها تحمل الجنسية الأمريكية سيشكل ضغط يوازي المحكمة الجنائية الدولية يعني يجب أيضا أن أتحول وأشكرك جدا على سؤالك يجب أن تتحول نقابة الصحفيين المهتمين عائلة شيرين أبو عاقلي كل ما يحب العدالة في هذا العالم أن يتحول أيضا إلى القضاء الأمريكي ويطالب بتحقيق العدالة ضد من قاموا بهذه الجريمة باعتبارها أيضا مواطنة أمريكية نعم أنا أشكرك يعني ضيفي مرام الله المحامي غاندي أمين رئيس مجموعة الحق والقانون في فلسطين شكرا جزيلا لك